الطاولة هذه فيها ربع اللي اللي ميتها من العملات وفلوس من دول العالم حقيقة خليتها في ليبيا لما طلعت منها وانا صغية لما كان عمري تقريبا ستة سنوات سبعة سنوات كانت هوايتي جمع العملات والحق مشا نين اللي سافرت كان أقاربي كلهم يعرفوا عليه هوايتي هذه وأكتر حد عطاني اللي قبلهم من السفر متاعهم هو خوي الكبير عيسى وراجل خالتي وهو كان دكتور اسمه محمد كان كابتن سفينة وكان كل ما يسافر الراجي أمتى يجي باش يعطيني حاجة من العملات هادي اللي عقبوله ومرات يعطيني حتى في أورك ديما زيما قلت يعطيني في القطع الورقية ومرات هادي القطع هادي المهم مع الوقت اتعرفت على دول العالم وشن هي عملاتهم وشن الصور اللي رفقوا فيها بفلوسهم وشن اللغة اللي يكتبوا بها يعني حقيقة غدت معارفة للعالم العملات هادي كلها حسب البلاد اللي كانت تجي منها المهم بشوي شوية تتوسع المدارك متاع ابنادم يسرح بخياله شن صار في العالم وله أهب من هذا كله ديما قارن في العملات هادي وكيف شكالها وشن اللغة اللي قيمة بتاعها ومعا فلوسنا في ليبيا أزول وأهليين ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي تمام برنامج فسيف وساء في حلقة جديدة عن حكاية العملات الليبية عبر التاريخ والهوية البصرية في العملة الليبية ما هو أولا تكلمنا عن الهوية البصرية في اللباس في التصوير في اللوحات في العمارة وتوه حنتكلموا عن العملة البصرية في الفلوس موضوع تاريخ العملة موضوع جدا شيق ما فيش إنسان في العالم إلا ويستخدم فيها بطريقة أو بأخرى من الصغار للكبار كلنا نحتاجه للفلوس نتعاملوا بهم نديروا بهم لكن قليل مننا اللي يفكر فيه الدقائق لأمور متاعها حتى في الدراسة ما فيش حد يدرس علم التاريخ إلا يبدأ بالأركولوجيا أو علم الآتار وما يبدأ بالدراسة العملات هذه تاريخ العالم متاع العملات وكيف بدت الفلوس زي ما بنشوفه تاريخ مشوق جدا وليبيا ليها تاريخ طويل مع العملات أكثر شوية من 2600 سنة كانت ليبيا والعملة الصادرة في ليبيا ديما حاضرة في هذا العالم ونلقوا مشاركة ليبيا أو المشاركات الليبية في العملات وتاريخها في كل مرحلة من مراحل التاريخ زي ما بنشوفه الموضوع مش تاريخي لكن حلطروا نستخدمه التاريخ باش نتكلموا عليه العملات لأنها هي جزء من التاريخ هني من خلال الحلقات الثلاثة الجاية حنحاول نجاوب عليه أسئلة زي علاش لما نتكلموا على العملة نقولوا فلوس هذا عندها فلوس هذا ما عنداش فلوس أنت عندك فلوس بالفلوس من غير فلوس إلى آخره مع أنه فيلس ليست اسم عملتنا وبالعربية الفصحة تسمى نقود حاجة تانية هذه العملة اللي قدامكم هذه تتسمى دينار الدينار الليبي والصغيرة منها تتسمى دراهم بهي وهذا يعني مع هذا يعني كل الليبيين يقولوا اجنيه ويقولوا قرش مع أن العملة الليبية من 1971 اسمها دينار من العملة هذه يبداية وتغير كل شيء الاسم متاعها إلى دينار به ودرهن طبعا طبعا الاسم اللي قديم للعملات الليبية وعلى فكرة بالأمازيغية النقود تتسمى إيدريمن ولا إيدريمن عفوا زي ما يقولوا فاق داهمس المهم حافسرها بعدين طيب سؤال ثاني علاش لما بنحقر حد ونقسوا من قدرة هنقولوا عليه ما يسواش بارا شن هي البارا وعلاش قيمتها بنزلينها بهالتحقير هذا وشن هي العملة الأجنبية اللي كانت طاغية في ليبيا وتنكتب حتى عليه سلع منتوج وطنية وهذا اللي أكتر مئة سنة قبل الاحتلال الإيطاني وشن قصة مكاتب الصرفة بتاع العملات في العهد القرامالي أكتر من مئة وخمسين سنة أكتر 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 بهالبع وفي العهد العتماني الثاني شن هو الدينار الشرعي وشن قيمته في ليبيا علاش ما فيش قيمة محددة لعند اليوم للدينار الشرعي وعلاش في خلافات مذهبية كبيرة ليه من ناحية الشكل علاش بعض العملاتهم مخنشبات بعض العملات شكلهم تماني بعضهم مدور بعضهم منقوب في الوسط وبعضها حفتهم خنشبة بعضها سميكة هيك شوية واحدة تخينة واحدة رقيقة وإلى آخره شن قصة الصور اللي ينداروا من الجهتين في العملات إلى آخره شن الفكرة خلف كل هذه العملات وكيف تتعامل الدول مع تسوير العملات شن التسميات متاع العملات في ليبيا عبر التاليخ أكتر عملة تسمت في ليبيا شن هي بعدين شن أهم العملات اللي تحمل سمات الهوية الليبية وهذا هو موضوع البصرية ايه الهوية الوطنية الليبية أحد طرق التعبير عليها في العصر الحديث هي العملات طبعا المطبوعة منها وكذلك الحديدية تابعوا الحلقة هادي كلها والحلقة اللي بعدها اللي خاطر بنمر عليها الأسئلة هادي كلها وعلى أقل نجاوب أكبر قدر منها خلونا نركزوا على التسمية والشكل من الأول ونعرفوا شوية من التاريخ والخلفية التاريخية متاع العملات اللي مرت عليهم ليبيا شخصيا زورت متاحف العملات في المغرب وفي الجزائر وتونس ومصر وديما يعني هادي الدول كلها عندها متاحف ديما كنت نتمنى تكون عندنا متحف بتاريخ العملات اللي بية شين اللي ناقصنا حتى تكاليف هكذا متاحف لا شيء يعني المغرب والجزائر وتونس ومصر وتشهاد والنيجر كلهم عندهم متاحف العملات متاعهم وتاريخ بتاع العملات متاعهم حني حاجة تقهر بجديات بالنسبة يعني حتى حتى كمشروع هي مشروع ممكن نجيب مدخول للبلاد المتاحف هادي ولا شيء التقافية في السياحة وغيرها بل حتى التثقيفية للليبيين أنفسهم يعني بتاريخهم إلى آخره المهم على ذكر المتاحف متحف تونس فيه مجموعة من العملات الورقية الخاصة بليبيا والعملات الحديدية في داخل المتاحف التونسي بتاع العملات اللي هو يتبع المصرف المركزي وغالبا المتاحف هادي تتبع المصرف المركزية أنا شخصيا حصل لي شرف الالتقاء بمؤسس متحف العملات الحديث في الجزائر وأهداني سلسلة من المؤلفات عن تاريخ العملة الجزائرية وهذا يذكرني ما عندناش حتى كتاب عن العملات في بلادنا والمعلومات متشارتعة في كل تركينا زي ما بنشوفي به خلونا وخلي نبدأ بالإيجابي تختار الدول وبعناية وتركيز الأشياء خلي بنوريكم الأشياء اللي يرسموا فيها علي العملات متاعهم الرموز اللي تعبر عن هويتها يعني في الحاجات الورقية وكذلك العملة المعدنية سمحوني هذه الطاولة اللي شفتوها أنتم بكري كل العملة عليها رسمة عليها حاجة أتعبر على هوية البلاد اللي جت منها لكن نبي نوري لكم قطعة معينة عني هذه هي اللي نبي نهتم بها أكتر حاجة اليوم اللي هي هذه القطعة من تصميم صديقة الفنانة هادية جانا ابنة الفنانة الراحل عليه جانا وهو من كبار الفنانين في ليبيا وهذه القطعة صدرت مؤخرا وحنجيها ونتكلم عليها بإسهاب يعني كل قطعة من هذه القطعات المعدنية اللي وريتكم لها قصة ورمز لكن أنا بنركز على زوز منهم بس اللي هي العملة هادي والعملة هادي واللي بيناتهم واحدة صدرت سنة 282 قبل الميلاد 282 قبل الميلاد من غير مبالغة واحدة صدرت سنة 217 أي بعد ثورة فبراير تحديداً 18 أكتوبر 2017 لكن خلولي نولي من الأول ونتكلم عليه موضوع العملات نحب نعطي فكرة تاريخية وخلفية تاريخية للناس باش حل أقل يكونوا عليه بينا قبل ما نخش في موضوع البصريات والهوية البصرية موضوع العملة وكيف أصلاً جدت وشين هي مراحل اللي فاتت عليها في ليبيا خلونا نولو باش نتبعوا القصة من الأول ونجيبوها صح وفي هذا نحتاج ونستخدمه فيه علم يتسمى علم دراسة العملات اللي يتسمى بالإنجليزية نومازماتيكس أو النميات بالعبر العربية أو إزودريم بالأمازيغية أي علم العملات علم رائع وفيه فروع وتشتغل فيه يعني كمحقق تقعد تشوف وتدقق زي مثل العملات اللي وريتكم قبل شوية نقعمز ونشوف فيها ونقعد ندقق ونوخر وندير ونستخدم في المعارف كلها اللي نعرفها عليه العملات باش نفهم شين القصة متاع العملة اللي لقيتها هذا درته حتى مع العملات التانية اللي ناخد فيهم واني صغير ولما نشوف في عملات العالم المهم تقعد زي المحقق الجنائي هيكي تشوف في كلها صغيرة وكبيرة وتستخدم هلبة علوم وتقعد يتبربش هيكي بدقة حتى توصل لطريجة مرضية يعني تستخدم النقد العلمي باش توصل لنتيجة لمعرفة العملة وتاريخها وقيمتها أيه النقد النقد كلمة نقود في العربية جت من النقد حسب لسان العرب فكلمة نقود من نفس جذر النقد أي تمييز الصحيح منها من المزيف واتطورت الكلمة وأصبحت تعني النقود العملة يعني زمان لما يقولوا النقد يقصدوا بها كيف يعرفوا العملة هل هي مزورة ولا حقيقية وهذا النين جت كلمة النقد فأصبحت هي مستعملة كلمة نقود على المال ونسي المعنى الأصلي متاعها على فكرة والنقود في الأمازيغية تتسمى أزرف أزرف الأمازيغية تعني الفضة فدليل على أن المعادن الأولى اللي عرفوها الأمازيغ في استخدامها كعملة هي الفضة والعملة نفسها تتسمى بالأمازيغية أدريم وهو استخدام تاريخيا المهم استخدمت كلمة أدريم تاريخيا في تسمية العملة الليبية اللي حنجوها في وقتها والغالب أصلها من الكلمة اليونانية دراخمة ودرهم بالعربية وحنجيها بعدين ونتكلم عليها بالتفصيل تعرفوا أسماء العملات اللي نعرفوها اليوم كل واحدة ترجع لأصلها اللغوي اللي بعضها صدقوا لما تصدقوش تعني بقر بقر اللي تعاملوا فيها في البيع والشري بعضها يعني حزمة بعضها يعني كمشة بعضها يعني صدفة أو بلبوش بحر وبعضها يعني نحاس وغيرها حسب استعمالها اللي أول طبعا في التقافة اللي صدرت منها العملاء ويختفي المعنى الأصلي وتغلب التسمية الجديدة المهم موضوع أسماء العملات زي الريال والدينار والرينجت واليوان والدولار والليرا والفلس والبارا والباون مواضيع تثير الفضول وننصحكم تبحتوا عليها في النت لأنه طبعا هذه مش مجالها وهذا مش موضوحها في الحلقة هذه حسنا نتكلموا بسع مع أسماء العملات اللي استخدمها الليبيين عبر التاريخ ونعرفوا بها تعرفوا حني بجديات محظوظين نعيشوا في حوض البحر الأبيض المتوسط وبلادنا جاية في وسط حوض البحر الأبيض المتوسط احتكينا بحضارات هلبة وهذا خلانا نطلعوا عليه قرب عليه كل التطورات اللي صارت للعملة والنقود واللفلوس يعني ليبيا مرت بمراحل تاريخية كبيرة وصراعات بعضها لمدة كسيرة وبعضها امتدت لمدة جدا طويلة بل في فترة من الفترات الليبيين ما عاش شافوا أي حاجة اسمها عملة مهدنية وعادوا وولوا التالي للمقايدة وهذا العصر مش بعيد هلبة وهذا حنجو الليبيين احتكوا وتفاعلوا مع كل الدول والمراحل التاريخية اللي مرت بها بلادهم زي ما بنشوفه ولقينا عبر التاريخ العملات اللي استخدمها الليبيين واللي تعاملوا فيها في بلادهم سواء من إنتاجهم أي من إنتاجهم وزي ما بنشوفه كان طبعا في ديار سك العملات في ليبيا في مراحل مختلفة من التاريخ وطبعا بعض العملات جتهم من بره بلادهم وبعدين ولت جزء من الهوية الوطنية وهذا اللي همنا احنا كليبيين الليبيين طبعا ذكرهم المؤرخين وذكرهم حتى في الكتب المقدسة كانوا موجود كانوا حاضرين في العهد القديم اللي يسموا فيه طبعا التوراة أو التورا بالعبرية وهذا طبعا بسبب اشتهارهم واشتهار الحكامة متاعهم زي شيشانق وغيرها اللي حكمه مصر ووسع المملكة والآخرين على حساب العبرانيين والمهم خلوني نركز شوية في علم نمزمع تيكس أو النميات وطبعا هذا العلم مهم جدا لأنه هو مرتبط بموضوعنا وعلى فكرة أشهر واحد خدمة للعملات الليبية وتاريخها هو عالم إيطالي بديه بتجميع وتصنيف العملات في ليبيا وليه حقيقة يرجع الفضل في كل اللي نعرفوه مصنف عن تاريخ ليبيا طبعا الليبيين من بعده باش ما نبخصوش الليبيين الليبيين من بعده راكموا على المجهود اللي داره وزادوا وطوروا فيه العالم الإيطالي باش ما ننساش اسمه شيمينيو جويدو شيمينيو جويدو واللي قلت لكم ليه فضل كبير عليه تصنيف العملات الليبية عبر التاريخ وطبعا فيه بحوث هلبة مهمة في مجلة ليبيا القديمة اللي صدرت على مساحة الأتار وحن نتابع كل هذي الأشياء في عرض الموضوع متاع العملات في ليبيا ودول الجوار طبعا خصوصا نحن عندنا تاريخ مشترك مع هلبة دول يعني مش ما كانتش ليبيا دولة قائمة بداية عبر التاريخ فمرات نقعد نتكلم على عاملو هي عطلا صدرت مثلا في تونس أو صدرت في الجزائر أو العكس أو إلى آخره فلما نقول ليبيا لازم نوسعه في التاريخ القديم إلى ليبيا القديمة أو لما نجوف في التاريخ الحديث نتكلم على ليبيا اللي نعرفها اليوم وعلى ذكر ليبيا القديمة علماء الأركيولوجيا أو باحثي الأتار يكاد يعني تقريبا يجمع على الإنسان الليبي القديم بداي حياته بالمقايضة يعني تعطيني سلعة أنا نعطيك مقابلها سلعة مباشرة بدون أي طرف ثالث هذا العملة تتسمى الطرف الثالث في البيعة زمان كان الإنسان يعطي حاجة لكن كانت عملية جدا معقدة المهم والعملة نفسها أصلا شيء متأخر في تاريخ البشرية واللي أقدمها القوه لعند توه يرجع لشمال الهند في القرن السادس قبل الميلاد وأول حاجة استعملها الليبيين اللي هي الصدفات على فكرة حنوري لكم مثال منها الصدفات زي هادي وتشوفوا في صورتها طبعا في الشاشة توه الصدفات هادي ولونها بالضبط يعني فيه شوي صفورية هيكي وكذا وهي طبعا نادرة على فكرة ولهذا نلقوها في غير محلة مثلا في مقابر ومدافع مع أصحابها لأن بعض الديانات القديمة اللي مرت بها بلادنا كانت تعتقد بنادم حيقوم من الموت ويحتاج ماكلة وشراب وفلوس ولبس ولهذا يدفنوا في هذه الأشياء متاعهم ومن هنا خرج نبش القبور باش يطلعوا الناس الكنوز المدفون المهم 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 الصدفة هادي حتى القرن التاسع عشر كانت مستخدمة في بعض الجزر الناية في جنوب شرق آسيا القرن التاسع عشر يعني ألف وتمية وشويه واليبان لما احتلت بعض هذه الجزر خلت اقتصادها ينهار بإحضار كمية كبيرة من الصدفات هذه والقصة من الدولة ومعروفة ومش هذه هي موضوعنا المهم وفيه معلومة يتبقى شويه التأكيد الحق يعني وهي الصورة اللي تشوفوا فيها تبين مسلمين يتعاملوا بالصدف في القرن السابع عشر أي ألف وستمية وخمسين أو خمسة وستين وهذا مش مستغرب فبلادنا مرت بحروب أهلية وفوضى امتدت من القرن الحادي عشر مع الغزو بني هلال وحتى الهجمة الإسبانية عليه في طرابلس القرن السادس عشر ومرت بحالة من الفوضى أدت إلى انهيار كامل للتجارة ومنع الحجاج وصار نهب وصرقة وتعدي وخراب وقتل وصراعات قبلية وغيرها وهذا مش مجالها وفيه مصنفات هلبة في الموضوع أشهرها طبعا ابن خالدون يعني أول شيء يستخدمها الليبيين هو صدفة في المعاملات التجارية هذا اللي يبني بنوصل لكم بإكلم هذا كله يعني كعملة للمقايضة وبعدين عودوا ولولها في مراحل متأخرة وهذا ثابت في التاريخ بعدين البشرية وفي مراحل متقاربة استخدمت المعادنة النادرة والثمينة كعملات بيناتهم وكان الذهب والفضة والبرونز والنحاس وغيرها أكبر نصيب فيها طبعا الذهب والفضة هم الأكثر على الإطلاق وزي ما قلت نبكر هذا علشب الأمازيغية تتسمى الفضة أزرف وتتسمى العملة كذلك أزرف يعني من نفس الجدر الكلمات نفسها بالضبط بها خلفية تاريخية من يوم بدت البعثات الأجنبية تتوافد علي الليبيا كانت العملات من أهم الأشياء اللي يدوروا عليها يبربشوا عليها في بلادنا ولهذا نلقو العملات الليبية في كل دول العالم وعلى فكرة علم الأركيولوجيا وهذه معلومة مجانبية بالله يسامحوني طبعا هو علم قائم بذاته اليوم إلى آخره لكن تعرفوا الفكرة متاعها من يمدت بدت من تجميع العملات فيمشوا يقود يحفروا يقروا كتب التاريخ ولم يقلوا في مدينة معينة أو في كده وكانت غنية وآخره فيمشوا لها المغامري ويقعدوا يبربشوا يبربشوا باش يطلعوا الكنز متاعها في فترة الفترات كان الكنز هذي يطلعوا فيهم ويصهروا فيهم ويبيعوا فيهم كذهبوا إلى آخره لكن بعدين اكتشفوا أنه ممكن تكون في فايدة أكتر من هذه لو يعرطوها العملات القديمة من التاريخ القديم ويذيروا بها عروض والعروض هي اللي تجيب الفلوس فتقعد هي تروة تابتة بدل ما يبيعوها ويصهرها بعدين بداي يتطور بالطور العلم هذا وأصبح عم قائم بذاته في تصنيفاته وفيه كده يعني رحل الآن لجانب لما كانوا يجوا للليبيا كانوا يجوا البلادنا في يعني رحلات بحث عن التراء السريع يعني في عالم تجميع العملات المهم الأركيولوجيا اللي نعرفها اليوم ويدرس فيها وتدرس في الجامعات تخيلوا معاي يعني هي أبدت بهالطريقة هذه يعني يعود فضل اكتشاف العملات الليبية القديمة لعلم الأركيولوجيا وخلي نجيب لكم حجم اللي تم اكتشافها في ليبيا من العملات بعضها لا يوجد إلا في ليبيا أولاً كمثال عن الكم الكم كداش العدد والآخره تعرفوا أكبر كم عملات اكتشف في أفريقيا كلها كان في ليبيا وكان هذا سنة 1981 في مدينة مصراطة بجديات خبر جداً مفرح ودار وقتها ضجة كبيرة جداً نتذكر أنني كنت نتابع فيه باهتمام شديد جداً ولي هو كنز مصراطة وأكبر عملية اكتشاف لعملات وجدت على التراب الليبي وكما قلت وكل فريقيا وكان ذلك كما قلت 1981 يعني ليس بعيد هالباء غرب مدينة مصراطة فيما يسمى اليوم طبعاً بالسوق القديم السوق القديم تعمل صراطة تعرفوا كداش ضجته من قطعة في السوق هذا كده تلقو من قطعة بجديات من غير مبالغة مية وتمانية الاف قطعة مئة الف وتمانية الاف مئة الف قطعة فضية وبرونزية من العملة الرومانية ما تستغربوش معاي عاون سمعكم كداش العدد مئة الف وبعدين تمانية الاف قطعة يعني مية وتمانية الاف قطعة فضية وبرونزية من العملة الرومانية يعني عدد مهول جداً طبعاً هذا يعني أنا ديماً نكت نقول مصراطة من قبائل هوارة وقبائل هوارة معروفة تجارياً من يوم التجار يعني من يوم يومهم فمن استغربوش لما لقوا قطعة بهذا الحجم في مدينة مصراطة باه لما نقولوا رومانية القطعة مش معناها هنال ملاكة متاعها رومان راهو في الغالب صاحبها ليبي ولي سببوا لآخر اندفنتوا معاش لقوها لعند هذا التاريخ علش نمشوا بعيد نقصد يعني لما نقولوا عملة رومانية رأوا لا تعني أن بس الرومانية كانوا يستعملوا فيها كانوا يستعملوا فيها في ليبيا ليبيين يعني المهم علش نحنين وهلو هلبة للتاريخ هنيتوا في سنة 2017 اكتشفت حملة علمية أمريكية في مدينة طلميطة اسم الحقيقة متاعها هي بطليميوس عملات ترجع لأكتر من 1700 عام للأهد الروماني وهي تتألف من 553 قطعة 2017 في 17 بصرا هو فضية وبرونزية ويعني لقوها في جرات تيرا كوتا ويأخي يقوم معها قطعة رائعة من الفوسيفوساء مدفونة في أحد الأبنية المعروفة باسم بوتوليمايس وعرات لكلمات اليونانية طبعا هذه ليست المرة الوحدة التي يتم فيها اكتشاف مثل هذا النوع من ناحية الكمة هلبة هلبة رحلات علمية وطبعا في الحلقة الجاية هنتكلموا على العملات اللي ضاعت واللي شنصار فيها وإلى آخره واللي هي موجودة في المدعف العالمية لكن هنين بنعطيكم الأشياء الأخبار المفرحة بس لحاجات للقوها حتى مؤخرا وهذه أكترها تقعد في ليبيا حسب الاتفاق ما بين مصلحة الأثار والبعدات الألمية هذه وعندنا أمثلة هلبة من رحلات علمية تلقى أثار ليبيا ناذرة كذلك هتكلمنا عن الكم ولا لا هنتكلموا على الكيف يعني الحاجة الخاصة هيك تعرفوا كمثال بس عملت بني الخطاب وهي دولة نشأت في ليبيا ومكانتها ومؤسسينها ليبيين خالصين واستمرت لمدة 250 سنة تقريبا ودارت وسكت العملة متاعها طبعت العملة متاعها خاصة بها لقاها علماء الترقيب على الأثار في ليبيا والبريد المركزي تخليد لذكرى العملة هذه داروا لها طابع بريد خاص بها واللي أهداه لي المصمم الرائع للطوابع لليبيا الأستاذ محمد عليه السيالة المعروف لدى أكتركم يعني داروا بطوابع هلبة جدا في ليبيا المهم هلبة من العملات الإغريقية لما عمرها الدولة إلا في ليبيا وانصنعت في ليبيا حتى هي من ضمن الكيف هذه وحملة رموز ليبيا وهذه بنجوها في الحلقة الثانية عن الهوية البصارية أول عملات ليبيا لبيت الصدور كان يونانية بمراحلها حتى هي يعني نفسها كانت اليونانيين في الشرق الليبي لما كانوا كانوا ممالك نقطة اليونان برقة صدورها طبعا العملات انصدرت قاعدة وهذه اللي بنهتم بها وبعدين لكن لازم ننبه ونقول فيه تعدد في العملات حتى في الشرق الليبي حتى في العصر الهيلانسي هذاك طبعا ناتج على أن أصلا أربعة مدن كانت كل واحدة تصدر في عملاتها فوق التراب الليبي عندك كيرينيا وسيرين عندك برقة ويوسبيريدس وأبولونيا وهذه بجديات تب حلقة بروحها ولكن أكثر هذه العملات كانت تحمل رموز ليبيا زي ما قلت زي بعض الآلهة بعض النباتات إلى آخره وهذه زي ما قلنا بأن يعرجوا عليها لما تكلموا على الهوية بامتياز هي نعرفت بأصولها اليونانية هذه العملات لكن اليونان أنفسهم يعترفوا بأنها ليبيا بأصولها ليبيا نقصد بذلك طبعا الآلهة والنباتات والحاجات هذه لكن قبلها كانت فيه العملة البنيقية اللي صدرت في تونس اليوم في قرطاج ولكن كانت من الدولة في ليبيا وكانت حتى هي رموزها نابعة من إفريقيا الشمالية نلقو الحصان البربري اللي يسموا فيها والحصان الأمازيغي والفيل والآلهة التانية الأمازيغية آلة الخصوبة وغيرها لازم ننبه لخطأ يقع فيه الكثير إما جهلا أو عمدا نسامحوني نديم نطع موضوع لكن كلها مرتبطة ببعضها البنيقيين ما همش الفنيقيين يا ناس رأوا البنيقي غير الفنيقي ولغتهم غير حتى وإن كان أصلهم فينيقيين لكنهم اختلطوا بالأمازيغ ولغتهم وأصبحت تختلف كليا عن الفنيقية حتى الآن العلماء اللي يبحث في البنيقي ويبحث في الفنيقي لو كان ما يعرفش هادي مش حيعرف التانية بمعنى لو كانوا واحد لو عرف البنيقية من السهولة يعرف الفنيقية أو العكس ولكن ما ليهمش علاقة ببعضهم بكل وهي طبعا علم قائمة بلاتها وتحتاج إلى دراسة بعد ذلك لما نتكلموا على اللغات اللي أتكلم بها الليبيين عبر التاريخ المهم خلينا نتكلموا عليه حقبة العملات اللي بعدها وهي فترة الممالك الأمازيغية النوميدية اللي صدرت في دقا تونس وفي سرتا في الجزائر وهذه أحدها عليها صورة الحصان البرباري زي ما يقولون في دقا في مدينة دقا في تونس وفي سرت في الجزائر طبعا لكن كانت من الدولة حتى التخوم سرت في الوسط الليبيا وهناي تعبير واضح عن الهوية الوطنية سواء شخصية القادة الأمازيغ ابتداء من ماسينيسا وسيفاكس وانتهاء بيوبة الثاني أو الحيوانات والأشجار اللي ديروا فيها عليه العملة من الجهة الثانية زي ما بنشوفوا ونعدكم نخصص حلقة تامة عنهم وعلي فكرة هذه العملات أعطتني فكرة صنع الميداليات هادي هذه الميداليات صنعتهم ودرناهم في مؤسسة متاعنا ونوزع فيهم كهدايا وأحيانا أنبيعوا فيهم عن شخصيات كانت على العملات الليبية في وقت الممالك الأمازيغية زي هنين ملك ماسينيسا هنين الملك يوبا العالم المعروف اللي هم طبعا مملكة نوميديا ومازيسيليا ومازيليا وإلى آخره المهم بعد مرحلة الممالك الأمازيغية جت مرحلة الرومانية اللي استمرت لفترة طويلة يعني بكل مراحلها من الوتنية حتى المسيحية وهني أغلب العملات صدرت خارج ليبيا لكن إقحام الآلهة الرومانية وغيرها يعني كان جزء من العملات ولكن جزء منها بسيط صدر في طرابلس على ما يبدو ولبدة وغيرها المهم العملات الرومانية هذي حنجوها أنا قلت لكم حنجوها وعلى الرموز اللي مدائرة فيها وكل شيء لكن جزء كبير منها صدر في ليبيا عفواً جزء بسيط منها صدر في ليبيا بها في الفترة هذي متاع الصراعات جوا وندال وغزوا بلادنا اللي جابوا طبعاً واللي جابوا طبعاً عملتهم معهم يعني جابوا عملتهم معهم معلاش لأن المقاومة الليبية ما خلتهم شي يتنفسوا ويرتاحوا باش يستقروا ويديروا عملتهم فوق التراب الليبي وعلي فكرة المقاومة اللي نتكلم عليها هنا هي مقاومة الملك الليبي اللي اسمه كاباون اللي أكيد حنخصص له حلقة بروحها في المستقبل في سلسلة التاريخ الليبي الكرونولوجي المتتابع المتسلسل زمنياً اللي نعدكم تطلع قريباً إن شاء الله بالها مباشرة جدت فترة البيزنطيين والبيزنطيين هذو طبعاً رومان لكن مسيحيين ينتموا للكنيسة الشرقية الأورثودوكس ومن استغربوش وعلى فكرة يتبعوا الأورثودوكس هذو يتبعوا في حواري ليبي القديس مرقص أو سين مارك بالانجليزية والآخره هذا ليبي ودار الدورة كاملة هو نفسه السينت متاعهم متاع المسيحة الكنيسة الشرقية وهما جوا واحتلوا ليبيا ويوفردوا المسيحية الشرقية الأورثودوكسية للليبيين وهذا سنتكلموا عليه بعدين المهم البيزنطيين ما نستغربوش أن عملاتهم واهتماماتهم المعمارية كلها مسيحية كما ترون في العملات وعلى فكرة فيه قساوس ورهبان ومذاهب ليبيا هلبة في الفترة هذه والليبيين كانوا مسيحيين أصلاً قبل حتى الرومان الليبيين كانوا مسيحيين حتى قبل الرومان والحواري مرقص عليه السلام كان ليبي الحواري مرقص عليه السلام زي ما قلت كان ليبي يعني من المنطقة الشرقية في ليبيا وهذا أكيد يوم ليما تخصصوا لما تكلموا عن تاريخ المسيحية في ليبيا المهم طبعاً كان فيها عدوة بين الليبيين الأمازيغ نقصد بهم في ذاك الوقت والرومان لأن الرومان كانوا وثنيين وكانوا يتطهضوا في المسيحيين وبعدين الرومان أولوا مسيحيين وأصبح يتطهضوا في المسيحيين الآخرين في شمال أفريقيا الدين كان دائماً حجة المهم في كل أفريقيا الشمالية خرج مذهب اسمه المذهب الدوناتي والمذهب المقاوم في ذاك الوقت ولا بد نزوروه نتكلم عليه مستقبلاً لكن المهم من هذا كله نعرفه أن الممالك اللي قامت في بلادنا ما كانتش في معزل عنها فاتفعلنا معها يعني الليبي ما كانوش في معزل عن هذه الأمم وكنا نتفعله معها بقدر كبير وللعلم البيزنطيين مبانيهم أغلبها تحولت طبعاً مساجد اليوم نلقى مثال بس يعني جامع الناقة في طرابلس لعمدة متاعها الرخمية ترجع للفترة هذه كوحسب المؤرخين والباحثين الاركيولوجيين متاعين الأثار وهذا حتى هو نفسه في جبل نفوسة نقدر نعدده الكنائس اليوم اليوم في جبل نفوسة نقدر نعدده الكنائس كثيرة جداً من أصول مسيحية كانت الكنائس وأصبحت اليوم مساجد بالعشرات وعلى فكرة يعني قزي حتى الأسماء متاعها عندنا تحوريت عندنا إفاطمان عندنا كده هذه أسماء مسيحية قديمة يعني فالمهم قعدت المسيحية في جبل نفوسة حتى القرن الخامس الهجري ولما جاء عمر بالعاص إلى طرابلس بعت حملة عسكرية لمدينة شروس وكل المؤرخين يقول كانوا أهالها على النصرانية أو المسيحية كانوا عايشين بسلام مع بقية المسلمين ايه بجديات كانوا مسيحيين يعني ما كانواش وثانيين ولا في ظلمات ولا يوعد البنات والآخره بالعكس أغلب الليبيين كانوا في ذاك الوقت يعتنقوا واحدة من الديانات السماوية به خلونا باش ما ننساش بس حضرة جرمة الليبية الخالصة اللي حنخصونا حلقها ما القناش عندهم أي عملة خاصة بهم ولعل الوقت كافي اليوم يعني اليوم ما هو القناش عملة خاصة بهم لكن لعل الوقت كافي بأن نجد يعني شيء لها ربما بعدين يعني المهم المهم عودة عن الفترة البيزنطية أثناها وبعد ما تعبوا هم والأمازيغ في الصراع لعقود كان في صراع كبير بين الزنطيين والأمازيغ زي ما قلنا بين الأمازيغ والويندال أو أنا تورت كاباورت كلمت عليها بل كان في صراع شديد جدا 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 في أثناء هذا الصراع جاء الإسلام لليبيا يعني الأمازيغ والبيزنطيين كانوا في صراع شديد بيناتهم وتقتيل وحروب استمرت لعقود الإسلام جاء وهم في أثناء هذا الصراع بينتهم الرومان الشرقيين طبعا نقصد هم البوزنطيين والإسلام نفسه لما جاء لإفريقيا الشمالية جاء معها عملات وهذه العملات تثير الفضول زي العملة الأموية هذه اللي شكلها بجديات يثير الفضول وهي عبارة عن عملة بيزنطية فيها رموز دينية وعليها مرات صورة الإمبراطور ومن الجهة التالية كتابة عربية طبعا بداية مكتوبة من الخلف زي مثلا لا إله إلا الله أو اسم الضاربة إلى آخرهم بعدين طورت الكتابات مع الوقت وسمحوني نبي نطلع من الموضوع شوية لكن مرتبط به هذا الموضوع مهم جدا لأن هذه نقطة تلاقي مهمة بين الحضارات عندك الأمازيغ يتصارع مع البيزنطيين والبيزنطيين والأمازيغ ضد المسلمين اللي يجوا لولين الحضارات الثلاثة هذه تصادمت مع بعضها وهناك تكون فيه فرصة نتكلمه لإسم العملة الاسم الأكثر تداولا في تاريخ ليبيا من العملات هو الدينار يعني لما حولوا الجنين الليبي إلى الدينار رأوا كان لها سبب سبب تاريخي مش هيكي وخلاص ما نظنين شنيه كانت وإن كان الهدف طبعا هو القضاء على التجارة في ليبيا لكن نقصد الهدف الآخر من تغيير تسمية العملة لها تاريخ أكثر عملة استخدمت على الإطلاق في التاريخ الليبي هو الدينار والدرهم والفلس دينار درهم فلس بدون منازل الدينار حتى في العهد الأغريقي والروماني والبيزنطي هو دينار غير النطق يختلف ديناريوس رومانية وديناريون يونانية ودينار عربية وبعدين نسمعه على الدينار الشرعي وعلى فكرة الدينار اليونانية والرومان الدينار غالبا يخصوا العملة الذهابية لما نقولوا الدينار في اللغات هذه يخص العملة الدهابية وهذا انتقل حتى هو في الإسلام الدينار يقصد به العملة الدهابية واللي بنجوه بعدين وكلمة الدينار في اللاتينية يبدو أنها من الجذر ديني واللي تعني العشرية أو الوحدات العشرية وهي منظومة عد النقود ومكوناتها أنا فكرة جدت من الكلمة هذه كلمة هل بحطها في الإيطالية اليوم إلى آخرية زي مثلا في الكارتا وإلى ما نبعته في الكارتا في حاجة اسمها الديناري اللي نعرفها اليوم بشكوبة أو سكوبة به معلنة الدرهم هو الدراخمة اليونانية نفس الشيء في كل اللغات والدراخمة تعني الحزمة أو الربطة باليونانية وعلى فكرة العملة هذه خاصة بالعملة المصنعة بالفضة مرة تانية وهذا انتقل للإسلام ففي العملات الإسلامية الدرهم غالبا يحيل على العملة الفضية وعلى فكرة بوزن شرعي معلوم اللي هو فيه اختلافات شوية زي الدهبي حتى هو مشكلته بين المذهب الإسلامية وهذا مش مجاله وبالك نقول له في الحلقة الجاية به هذا بينقلنا لفترة نعرف عليها هلبة ومحظوظين أن أغلبها مدروسة دراسة وافية وفيها كاتالوجات هلبة ونحتاجه وحدة خاصة ببلادنا ككاتالوج العملات الإسلامية العملات الإسلامية نحن محظوظة أن العالم منتشر فيها العملات الإسلامية بجميع أشكالها وامتدت عبر التاريخ وفيه هوات يجمع فيهم وفيه كذا إلى الآن تستطيع تشري عملات إسلامية على حسب قدرتك وعليه عجل بس بهمية الدينار الشرعي الدينار والدرهم والفلس بدون من هنا هنا هو أين بدأ الاهتمام هلبة بالعملات هلبة لأنها مرتبطة بالشريعة الإسلامية لكي لا ننسى أن الفضة قيمتها سدس الفلس الفضة قيمتها سبع الدينار الفضة سبع الدينار الدهبي بينما المعادن الأخرى مثل البرونز مثل الحاس مثل غيرها القيمة متاعها السدس ومتاعها الدرهم الدرهم هو سبع متاع الدينار المهم لكن الموضوع مش بهذه البسيطة وبجدية الملخبة المهم يعني خلال الدولة العباسية صارت عملات هلبة زي الدينار متاع بني الخطاب اللي جبناهم بكري وهي زي ما قلت أول دولة تنشأ في ليبيا بصفة خالصة على يد الليبيين وكانت مستقرة بعدهم جدت عملات تانية اللي ينفسط على الدولة العباسية زي الروستوميين اللي بدي حكمهم في القرن الثالث الهجري وامتد لعند طرابلس وحتى الجنوب التونسي وجربا والجزائر والجنوب الليبي وطبعا جبن نفسه كان جزء مهم جدا من هذه الدولة الروستومية وهذه النمادج من عملتهم ومعلومة جانبية الجزائر أعادت طباعة الدينار رستومي ما عنديش منه في إصدار خاص من العملات متاعهم يعني ياخدوا العملات التاريخية متاعهم ويصدرها في عملات حديثة يعني تخليد وتعريف بتاريخهم وإلى آخره وهذه صدرت في التسعينات وتونس هذه حصلت منهم تونس أصدرت عملات لدول أمازيغية متاع ماسينيسا ومتاع يوغارطة وعودوا وحنورها لكم في الشاشة وعودوا أصدروهم من جديد يعني إعادة إصدار عملات من العملات اللي قديمة التاريخية متاع بلادهم زي ما احنا وانا في مؤسستنا درنا أخدينا بعض العملات اللي قديمة ودرنا منهم ميداليات مش عملات بس ميداليات المهم رأس يوغارطة ومسينيسا زي ما قلنا في الإصدارات التونسية به عودوا على التسلسل التاريخ متاع العملات اللي دولها الليبيين العملة متاع الأغالبة ما زالت رأوا كلها تتسمى دينار كما غيرتش الاسم معناها راهي نفسها طبعا الأغالبة كان حكم مصيبة على ليبيا لكنهم حكموا بالحديد والنار لآخره وحتى هم أصدروا العملة هذه اللي تشوفوا فيها بعد الأغالبة جووا الفاطميين اللي تأسوا في المغرب الأقصى وامتد الحكم متاعهم حتى ليبيا وبعدين منها مشوا لمصر وعلى فكرة تأسيس الفاطميين بديع قبائل أمازيغية قبائل كتامة وهذه طبعا العملات متاعهم وهم عندهم اهتمام بالجماليات بالأشكال والآخره به في عملة نادرة صارت في الفترة متاعت الصراع الليبي الفاطمي أو الليبي التونسي الفاطمي خرجها مخلد بن كيداد وهو ثائر من يفرن حكم بلاد الجريد والقيروان وغيرها وطبعا يسمى شهور في الكتب التاريخي العربية بأبو يزيد صاحب الحمار لكن في الواقع اسمه هو بالأمازيغية بوزيد بمعنى بالضبط ترجمتها صاحب الحمار بوزيد تعني صاحب الحمار المهم شوهوا تاريخها هلبا المؤرخين المعاصرين ولازم من التدقيق في التاريخ في الدوافع متاع التورة متاعه وكان صراعه ضد الفاطميين الشيعة العلويين الاخره المهم هذا حتى هو أصدر عملة متاعه وهذه نموذج منها بعدين على السريع عملات هلبا لليبيين مثلا عملة بني خزرون وهم ليبيين أصدرها في ليبيا بعدين عندكم عملات بني زيري وهي جميلة المظهر على فكرة أغلب الممالك من غير من غير الأمويين والعباسيين كل الممالك الأولى اللي صدرت عفوا الأمويين والعباسيين والأغالبة هذي الوحيدين اللي ما كانوش قائمين عليهم أمازيغ ولكن كلها الدول الإسلامية اللي تكرناهم بني الخطاب رستوميين غيرهم كلهم هذي ممالك قائمة على قبائل الأمازيغية كلها وبني زيري أمازيغ المرابطين الموحدين إلى خيره المهم عملات بني زيري هي جميلة المظهر خط لطيف وطبعا ليبيا خضعت لهذه العملة واستعملتها وإن كان كانت تصدر خارج ليبيا بعدين ليبيا كانت تحت سيطرة المرابطين والدولة عملتهم حتى هما وهذه في الحلقات الجاية سنتكلموا عن دقائق الأمور ما هو المكتوب في العملات هذه علش العملة مدورة علش مربعة إلى آخر بعد هذه العملات صدرت حتى هما اللي معروفين يعني الموحدين معروفين بالعملة الفضية المربعة كذلك وبعبارات المعروفة لغالب إلى الله بالآخر آه بعدين في عملة بنغانية اللي جاب اللي جابوها معاهم لما جوا لليبيا وكان هما طبعا من الناس من بنغانية كانوا قاوموا قارقوش والنزوات متاعه والجنود اللي داره وكذا وقارقوش طبعا تعرف أنه أرسل صلاح الدين الأيوبي إلى ليبيا بعد مشاركة الليبيين في تحرير فلسطين قصة طويلة بيت المقدس نقصد فلسطين ما كانش حاجز مع فلسطين وقتا ما ننسوش الحفصيين اللي بفضلهم كانت توسع والانتشار للمذهب المالكي في ليبيا حتى هما كان عندهم عملتهم الخاص بيهم بعدهم جوا جاي الاحتلال الإسباني بالرغم من قصر المدة لكنهم حتى هما جعلوا الريال يتداول ولو بشكل محدود في أقليم طرابس به بعد هذا كله اللي نعرف عليه هلبة وهو العثمانيين والقرامانيين والعثمانيين مرة تانية في العهد العثماني التانية يعني العهد العثماني الأول والعهد القراماني للاستمر يقريب 120 سنة والعهد العثماني الثاني بعدين نعرف جاي الإيطاليين وفرضوا عمرتهم الليرا الإيطالية وقصدي أنا تكلمت على العثمانيين على عجل يعني لكن هنتكلموا عليهم وحنجيبوهم أكتر وأكتر هنا العملة الورقية الأولى اللي صدرت في ليبيا له عملة عثمانية في العهد العثماني الثاني لكن في العهد العثماني الأول صدرت عملات حديدية هلبة زي ما تشوفوا بعدين جاء زي ما قلنا الإيطاليين وفرضوا الليرا متاعهم طلاينا كانوا من ابتداء من 1917 والتغيير الثاني في 1900 العملة بتاعهم المهم بعد طلاينا جو الإنجليز وجابونا عملة داروها في ليبيا طبعة بأمر السلطة العسكرية لطرابلس الغرب هذه عملة داروها الإنجليز العملة العسكرية بعدين جاءت المملكة بالعملات متاعها وبعدين جاء الإنقلاب متاع القدافي وتوه طبعا وصلنا إلى 17 فبراير والعملات اللي احنا أصلا درنا الحلقة هادئة لخطرها نشكركم على المتابعة وسامحوني على التطويل والمرة جاية نتكلموا بإسهاب عن العملة الوطنية الليبية بجميع أشكالها والحاجات اللي مرت بها والمشاكل المتعلقة بالهوية البصرية في العملة الليبية صحيتوا وبرك الله فيكم سمعا سلام شكرا 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 اشتركوا في القناة